موسيقى عزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال اهلا وسهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامج واحد مالوش لازمة استمرارا لنهج برنامجنا في نقض كل ما هو سلبي ومحاولاتنا في تقديم الحلول قررنا اليوم ان نسافر عبر الزمن مع سكيتش المقترع وان نغوصه في اغوار الماضي مع سكيتش المؤرخ هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية عشان نبدأ حلقتنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن هنا دونها في كتب واطلق عليها التاريخ ما احنا كلنا عارفين ان القصص التاريخ عبارة عن قصص الناس القديمة وبين هنا اكتشفت الخطأ الشنيع اللي حصل فيه تاريخنا يا استاذة تخيالي ان الناس اللي بيحكوا القصة ازيا ناس بيتكذب ناس حجاصة حتاشة بتقلف من خيالها منين يبقى التاريخ اللي بيقوله مصبوط انت عندك حق كده هيبقى فيه غلط كبير بس ده واضح في نظرية حضرتك يعني تقدر توضح لنا ده انا وضحت دوا في كتابي الكذبونة والتاريخ انا اخدت المشاهد والقصص اللي بيتحكوا عنها فنطها وفزقتها علشان اطلع منها الكذب اللي في التاريخ طيب حل حضرتك تقدر توضح لنا بعض النظريات المشهورة او المعروفة للناس اللي حضرتك اكتشبت كتبها ولا تحب ان انا اسألك لا فدالي فدالي اسألك تمام هنبدأ بالتاريخ المصري زي ما احنا عارفين ان القدماء المصريين ما قبل التاريخ الزراعة عندهم بدأت بالصطفة يعني الحبوب وقعت على الطامي فالزراعة طلع مين قال ده المؤرخين يا فندي وجابوا الكلام ده نين المؤرخين لا معرفش المؤرخين اكيد ليهم ابحيث انا صراحة معرفش حضرتك في مقادمة السؤال قلت ما قبل التاريخ يعني ما كانش في تاريخ ما كانش في حد بيقول التاريخ ده او صح فاتت عليها ازاي دي طيب خلينا من ديون نركز في حاجة تانية عشان ااكدلك ان انا عم التاريخ بسألك سؤال اتفضل حضرتك عارفة ان الانسان نزل متعلم الزراعة لوحده جاهز ده ازاي ده يا فندي عارفة سيدنا ادم عليه السلام عليه السلام هو اول خلق الله في الارض طبعا كلنا عارفين ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح عليه الصلاة والسلام لقد ان ادم عبدا حراثة يزرع ويقلع منين بقى اتشافه الصدفة او صحيح ده فاتت عليها ازاي دي اوه اشنا قلت لك طيب بما ان حضرتك قلت لنا النظرية دي نحب نسيب ما قبل التاريخ وندخل فيه ما بعد التاريخ يعني بمعنى صح الحاجات المدونة اتفضل اللغة كانت مدونة على حجر رشيد حجر مين؟ حجر رشيد يا فندم حجر رشيد رشيد ده راجل هداص قاعد على القهوة يضرب له حجرين ويحكي للناس حواديث ويغني عليهم وهم بيصدقوه وهم بيستوعوه اي حاجة من اللي بتقال لا يا فندم انا مقصدش الحجر ده خالص انا اقصد حجر رشيد اللي فكر موزه شامبليون شامفليون اسمه شامفليون شاف مين؟ شامفليون بفرانسي اسمه شامفليون شامفليون ده الشارع في وسط البلد في وش المتحف ايه يا فندم ده يا لا انا اقصد شامفليون وبعدين اللغة والحروف اللي كانت على الحجر اللغة ايه اللغة ايه يا أستاذة انت عارفة ان فيه لغة كتير وفيه خطأ كتيرة جدا بسبب هذه اللغة يا أستاذة هديكي مثال هديكي عارفة سيدنا موسى وسيدنا يوسف عليهم السلام وعليهم السلام عارفة وكانوا عايشين في مصر وكلنا بنفتخر بدا الله ينور عليكي انت قلت يا هم كانوا عايشين في مصر طبعا هل تذكرهم التاليك في شيء؟ لا وده يرجع ليه؟ معقولة الترجمة كانت خلط؟ مظبوط انا قلت حاجة من عندي؟ لا يا فندم خلاص طيب نسيب اللي التاريخ اللي قبل واللي بعد ونخش في حاجة كلنا عارفينها ايه تفضلي تفضلي الملك مينة الملك مينة موحد القطرين اسمه موحد القطرين وليس القطرين قطرين ايه يا فندم هو كان على ايام الفراعنة في قطر علشان يبقوا قطرين؟ الفراعنة علماء وفزة في كل مجشدات العلوم في الفلك في النجوم في الطحنيط في الهندسة المعمرية في التكنولوجيا في كل شيء احنا متأخدين عليهم جدا يا استاذة كل الكلام اللي حرتك بتقوله ده كلام معروف وحابين احنا بس نعرف ايه الجديد اللي عندك لا احابي اوضح لك اكتر وهستخدم هذه اللوحة القرشة دي يا لحظة واحدة ايوة ده الهرم تمام ودي محطة بشعل في الهرم في الجيزة عالقرامات مهم وده خط نهر النيل ياريت استاذة المشاهدين يركزوا معنا عشان شكلها معلومات مهمة جدا اتمنى انك تركزوا معنا الفراعنة في ذلك فيها الزمن نقلوا خط نهر النيل للمنيل منيل غيروا مصار نهر النيل طيب ليه ليه علشان يعملوا خط سكة حديد يربط ما بين اسكندرية اسوان ليه سابقا كان محطة مشعل منطقة مركزية ما بين اسكندرية وما بين اسوان اللي يجي من اسكندرية اسوان لازم نيوح الهرم مشعل والعكس يعني مضيعت وقت يا فندم حضرتك ما قلت ليش يعني السبب ورا كل ده ايه السبب من ورا ده نمر واحد توفيني الوقت يبقى وام وي رايح جاي رايح جاي مسكندرية اسوان تمام منغيبنا تعطل هنا بمشعل والهرم نمر اتنين عشان يقللوا نسبة الحوابس بساعدة وسائل المواصلات هو مين اللي اخترع المشروع ده واللي عمل الفكرة دي انا مش فهمة الباش مهندس مينة المالك مينة موحد موحد القطرين برضو هتقولي قطرين ايوه طب والرموز اللي عالحجر والرسم اللي عالحيطان في المعابد ايه يا فندم الحريك بتقوله ده يا أستاذي رسومات ايه الرسومات دي اي طفل في اي سن صغير بيزرع الحيطان دي طبيعة موروسة منذ الخليقة يعني منذ الاطفال مما صغيرين من اول مكان يعني اول طفل في العالم بيزرع الحيطان هو حضرتك بوضتلي كل معلوماتي بالصراحة طيب هل في حاجة حضرتك تحب تضيفها او تقولها للسادة المشاهدين بعدما لغبطتلنا معلوماتنا كلنا يعني حضرتك دلوقتي بتتكلمي في اللغة والحاجة اللي عدقة بالتواصل فاهايب اوضحلك ان احنا على سبيل المثال على سبيل المثال حضرتك دلوقتي بتتكلمي ايه عربي بتتكلمي عربي؟ لأ بتتكلمي مصر ايوه عربي مصري مصري لغة عامية اكيد وارسلنا هبني ان اللغة العامية من اجدادنا الفرعنا ايوه طبيعي برافو عليكي على سبيل المثال حضرتك وانت ماشى في الشارع ايوه واعتي حضرتك هوا ده انا ايوه وانت ماشى في الشارع واعتي في تينا امم انت موقع انت هتقولي ايه؟ يا قالت يا. بفرعوني يا اعيل. يا اعيل. فرعوني. انت بتكلمي فرعوني. فعلا. وكمان انت بتكلمي قلت يا عيل. بالطريقة الورستيقراطية فرعونية. لو انت من بيئة الشعبية فرعونية. هتقولي ايه? حاليا بتقولي يا اختي. يا اختي? اه. دي كمان فرعوني. فرعوني. اساسها ايه? يا اختي. بعد اللي حضرتك قلته والمعلومات المبهرة دي انا مضطرة اني الحلقة لان انا اتخانقت. ابتدت تتكلمي فرعوني برافو عليك. شكرا لحضرتك. في حاجة تحب توجيها للجمهور? احب انوه الجمهور واكدوا ان حضرتكم اذا حبيتوا ترجعوا لمصادر تاريخية السليمة. اه. واسمتوا اي معلومة تاريخية ارجعوا لهذه المصادر. ومن اهم هذه المصادر كتابي المشهور اعادة النظر في تاريخ البشر. اه اه انا بشكر حضرتك جدا وبشكر السادة المشاهدين دي نهاية حلقتنا. اه هروح اه فاصل وهنرجع في اسكتش المخترع. استنوني. احضرتك. احضرتك off. احضرتك. احضرتك بالله بشكر. میرا ل أفكار. من البداية للنهاية بنهايس عيدة دلما تنتهي الحكاية عيشها عادي تليك زي هادي عيشها في كل روحك عيشها زي ما انت انت حلو دايما محدش ضامن عمره الحياة ركز في كل ثانية توصل لمبتغات حقيقة الدنيا فانية هتاخد ايه معاك بس اعمل ليها كايمة خالد في الحياة الدنيا دي اختبار ناس كتيجة ضدك بس انت ليك اختيار يتكمل زي ما انت وتحقق الامتصار يتسمع مين كلامه وحلمك ينهار حزين ليه دا العمر سانية الحزن اخسارة في الدنيا الفانية بكرة هيجي بكرة يوم جديد خلي عزيمتك حبيد ابدأ حياتك من جديد على كيفك عيش وبرحتك اكيد وبرحتك اكيد من البداية للنهاية بنهايس عيدة دلما تنتهي الحكاية من البداية للنهاية بنهايس عيدة دلما تنتهي الحكاية عيشها عادي خليك زي هادي عيشها كل روحك عيشها زي ما انت انت حلو دايما اللي فاكل نفسه فاهم دا كد عبيد مش هقولك اسمه عارفه اكيد كلامه فاكس خالص عمال يعيد طريقك ده لنفسك ترسم بخط اليد طريقك هو صح الحلم مش بعيد هيقوله عليك كتير ملوش بيها كتاب غشاش وزي ما قلتلك اصل الكلام ببلاش حصل وبيحصل وهيحصل افتر كمان ناس حياتها متدرية من كلام الناس وناس كتير بتكذب مات عندها الاجساس من البداية للنهاية بنهايس عيدة دلما تنتهي الحكاية من البداية للنهاية بنهايس عيدة دلما تنتهي الحكاية امشي دايما عادي وما تبصش ورات ولو حصل تعب او جالك ارهاب خليك عنيد وكمل بص للأفاق خليك عنيد وما تبصش ورات لو وصلت لحلمك مش كفاية حلمك هو عدفك لكنه البداية لحاجات كتيرة تانية تتكتب حكاية ويوم ما تسيب الدنيا تبقى هيا دي النهاية تبقى هيا دي النهاية من البداية من هايس عيدة دلما تنتهي الحكاية من البداية من هايس عيدة دلما تنتهي الحكاية اشتركوا في القناة 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 طيب تسمحيلي اقول لحضرتك حاجة اتفضل يا فندم اديسون نفسه قبل ما يخترع المصباح كان بيذاكر على ايه؟ ايه كان بيذاكر على ايه؟ ايه ما عرفش؟ انا مجدتش موجودة ساعدة كل اهلين كانوا بيذاكروا على ايه؟ اهلين اللي طلعوا القوضاء ووكلاء نيابة ودكاترة ومهندسين ونوابخ في شتى المجالات كانوا بيذاكروا على ايه؟ على لمبة جاز جاز يا فندم؟ اديسون كان بيذاكر على لمبة جاز يا فندم وبعدين اهو سي اديسون بتاعك دوة اخترع المصباح الكهربائي وبعد ايه؟ احنا بقى عملنا ايه؟ ايه؟ ماشيين في الشقة طول النهار نت في المصباح بعد الكهرباء ما غيري اهو يبقى ده اختراعة مفيد ولا لأ؟ مالوش لازمة لا يا فندم لأ طب خلاص نسيب اديسون ونخش في اينشتاين مكتشف النسبية يا فندم حريك بتواجه لها السؤال؟ اه يا فندم بواجه لها حضرتك السؤال اه طبعا كلمين عن مين؟ عن اينشتاين مين اينشتاين؟ عمل ايه اينشتاين برضو؟ مكتشف النسبية يا فندم يا النسبية هي البتاعة دي انا عارفها كويس قوي مش دي اللي بيقول فيها لو اختراق لسرعة الضوء هنسافر عبر الزمن؟ هي ولا مش هي؟ هي 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 ولا مش هي؟ هي يا فندم اهدى بس شوية اهدى ازاي يا فندم انت بتقرني لابغى قاعدة قدامك باينشتاين طيب انا بس حب اعرف دور حضرتك قبل دوري انا لازم افصصلك موضوع النسبية ده ايه؟ طيب حضرتك دلوقتي لما سي اينشتاين ده وتخترعي النسبية تمام مين كان المقاتل وحيد ساعتها اللي يقدر يحدد احنا اخترقنا سرعة الضوء ولا لأ؟ مين؟ اه مين مين يا فندم؟ مين يا فندم انا بسألك انا لو عارفة كنت اسألك عاجبي على امه ضحكت من جهلها الامم مرسي شكرا المقاتل وحيد ساعتها هو اينشتاين نفسه اينشتاين دلوقتي فين؟ الله يرحمه يا فندم ويحسن اليك يا مدام انا اسف اهلا وسهلا تشرفنا مش موضوعنا طيب مات المقاتل وحيد مات ويحسن اليه ربنا وبعدين سرعة دق احنا بنوصل ما شاء الله ميدان العتبة في ثلاث ساعات حضرتك بسبب الزحمة والله يا فندم اكتر اكتر ده انا بهدلت عشان اوصل مشواري طيب شفتي بقى حضرتك يبقى ده اخترع لي لازمة؟ مليش دعوة ملوش لازمة يا فندم ملوش لازمة لا اديسون لي لازمة ولا اينشتاين لي لازمة كلهم اختراعتهم في تاريخ البشرية لا قدمت ولا اخرت طيب يا فندم نسبنا من اينشتاين ونسبنا من اديسون ونشوف حضرتك اخترعت ايه ودورك كان ايه؟ انا ما بحبش اتكلم عن نفس كتير ما عليش عشان قد بجد بجد ما بحبش اتكلم عن نفس كتير لان انا يعني دوري كبير جدا في كل المخترعات العلمية الحديثة عارفة حضرتك لو خدتي توك توك من على اول الشارع توك 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 يا فندم توك توك ووصلتي لأي مكتبة كبيرة وده انتجهتي لقسم البحث العلمي هتلاقي اسمي مزين بحروف من نور في كل المخترعات التي لو لاي ما كانتش ظهرت للنور طيب ممكن تقول لنا بس اي حاجة لحضرتك دور حضرتك حضرتك اكتشفت حاجة اخترعت حاجة عملت ايه؟ غير انك قاعد معينا في البرنامج انا مضطر انزل بمستوية الفكر لحضرتك علشان اقدر اوصلك المعلومة حضرتك تسمعي عن الدكتور احمد زويل اوه سمعي تسمعي بقى عن مدينة زويل اسمع برضو حضرتك عارفة الشباب الجميل اللي هناك اللطيف اللي لابس البيدل والجرفطات وعامل القصة زي كده اوه عارفاهم وباشوفهم القصة ليس؟ باينة الصرف باين؟ باينة اه دول ماشين يخترعوا اي حاجة ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار برضو انا عايزة اعرف دور حضرتك عشان وقت البرنامج بتاعنا لا يسمح بكل المخترعات عايزة بس حاجة بسيطة يا فندم انا عايزة اقول لحضرتك انه الولاي برضو كانت كل مخترعات الشباب دول ما كانتش ظهرت للنور تمام تمام انا بس حابة برضو اعرف دور حضرتك ايه؟ يا فندم انا هنا دور حضرتك ايه؟ وقت الحلقة ما يسمعش انا في السادس يا فندم لا مش الدور اللي ساكن فيه حضرتك دور حضرتك في الاخترعات دي ايه؟ اه دوري في المخترعات الحديثة لما طولك يا روح ما لش انا انا بس انا دماغي فيها حاجات كتيرة ناسف بعتذل بحريك يا ريت تقول لنا دورك ايه؟ حضرتك عارفة مدينة زويل اتفقنا على كده؟ والله عارفة جميل جدا جدا والناس اللي جواه؟ طيب هايل 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 ايه ده ايه ده يا فندم فيه ايه؟ البورد البورد السبورة البيضة يا فندم السبورة البيضة ايه السبورة البيضة ايوه عارفة حضرتك السبورة البيضة بقى اللي بنكتب عليها بالقلم؟ عرفاها يعني جيتي من عند التبشيرة ولا لسه؟ يا فندم حضرتك عارفاها وحضرتها ويا ما خدت من عليها دروس هايل 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 السبورة البيضة دي بقى حضرتك لما بتتملي ما حدش بيعرف فيك تبعليها حاجة لا أبهرتني أبهرتني بصراحة ومعلومة بالنسبة لي جديدة ممكن حضرتك تقول لنا ايه مخترعاتك او دورك ايه في مدينة زويل يا فندم احنا اتفقنا ان الصبورة البيضة اللي بيكتب عليها بالقلم لما بتتملي ما حدش بيعرف فيك تبعليها حاجة انا عارفة انا عارفة كل ده كويس ممكن برضو اعرف دور حضرتك اقولك الصبورة البيضة لو اتملت انا همسحة بنفسي برافو عليك بس واضح برضو ان حريك محتاجة مزيد من الاضاح اضاح ايه يا فندم هو في اضاح اكتر من كده ايوا يا فندم في اضاح طبعا ده في اضاح رأيب اسم حضرتك ايه ولاء يا فندم مين ده اسم ايه ده صفة ايه ده لا صحي كده تمام مظبوط اللي سبيلينجة مظبوط واضح وحلو هايل جدا 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 بس كده دي الصبورة البيضة وانا ملتها عرفت دوري ولا لسه يا فندم انا مش فاهم حاجة من حضرتك بصراحة يعني بجد مع كل هذا الاضاحة ولسه حضرتك مش عارف انا بعمل ايه لا يا فندم طبعا حضرتك دلوقتي لو حبتي تكتبي حاجة زيادة على الصبورة هتعملي ايه هشيل ده وهمسحه واكتب حاجة دانية براو عليكي هتمسحيه ايوا ده دور يا فندم اول لما الصبورة تتملي بمسح نعم اعزائي المشاهدين دي كانت نهاية اسكتش المخترع العبقري فاصل اروح امسح الصبورة وارجع لكو تاني مع استضافة للفنان احمد جابر موسيقى موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية في اخر فكرة في حلقتنا مع استضافة الفنان احمد جابر نحب نرحب بيه كلنا اهلا وسهلا بحضرتك كيف اهلا وسهلا بيك طبعا احنا استمتعنا بالعمل معاك والحلقة او السكتش اللي حضرتك قدمته لنا النهاردة فحب اشكرك جدا على المجهود اللي انت عملته معنا وهسيب لك المايك فاول سؤال تعرفنا بحضرتك اولا انا بشكركم جدا 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 ومن المكاني انا برضو بتوجه بالشكر للفنان عصام توفيق على تعبوا معاكوا في الورشة انا اسمي احمد جابر ممثل ومخرج ومؤلف اه في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف وده تابع لوزارة الثقافة اه اتمنى بس ان احنا نكون ضيوف خفافة على الجمهور كل خميس اه بنقدم لهم معلومة بنقدم لهم قيمة بنكشف كل السلبيات اللي حوالينا زي ما حالك تفضلت وقلت بشكل ساخر اه ان شاء الله باذن الله اه بنستعد برضو لخمستاشر حلقة هيتعرضوا ان شاء الله في رمضان على قناتنا على اليوتيوب اللي حاب برضو ان هو ينضم لفريق العمل برضو يتواصل معنا واخر حاجة بشكر برضو عشان دي الوقت انا عارف لا الله لأسف دي الوقت عندنا صعب قوي اه نقاسف والله يعني يا سلقانات الصحة وجمال بشكرها جدا على اتاحة الفرصة لنا كلنا بالزهور ويا رب نكون ديوف خفافة على الجمهور تمام اعنا بشكر حضرتك جدا وبتوجه بالشكر لكل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها وان شاء الله نتقابل في حلقة تانية ويكون عندنا متسع من الوقت اكتر من كده ان شاء الله بإذن الله اعزائي المشاهدين دي كانت نهاية حلقتنا هنستنى حضرتك في نفس المعاد للزبوع القادم انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة